الضربات الإسرائيلية في سوريا ملف خاص لا يرتبط بتغير جغرافيا السيطرة وخلافات الدول الفاعلة في الملف السوري بمقدار تعلقه بطبيعة الوجود الإيراني فيها والذي يجب أن يبقى محدودا بحسب رؤية تيل أبيب خلال عام 2022 نفذت إسرائيل 15 عملية قصف جوي تركزت معظمها في دمشق وريثها بحسب موقع صوت العاصمة إحدى هذه العمليات أدت لتوقف مطار دمشق الدولي عن العمل إذ تقول إسرائيل إن المطار الدولي تحول منذ سنوات إلى محطة لتهريب الأسلحة الإيرانية من طهران إلى حزب الله اللبناني بحسب قناة الحرة من أبرز العمليات أيضا استهداف منطقة مصياف شمال غرب سوريا والتي تضم مواقع ومستودعات وأبنية ومراكز بحوث عسكرية خسائر النظام وميليشيات إيران بالأرواح والمعلنة خلال العام بلغت 75 ضابطا وجنديا وثلاثة جنرالات من الحرس الثوري الإيراني وخمسين عنصرا من الميليشيات الأجنبيات بحسب صوت العاصمة أما عن الخسائر اللوجستية فكان من أبرزها ما تعرضت له أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنع حيث بلغ عدد المنظومات المدمرة لهذا العام تسع منظومات وشكلت عمليات استهداف منظومات الدفاع الجوية التابعة للنظام 12% من مجموع الهجمات الكلية التي نفذتها إسرائيل على امتداد الجغرافية السورية بحسب مركز حرمون للدراسات فيما تركزت معظمها في ريف دمشق أيضا الوجود الروسي لم يمنع إسرائيل من استمرارها بالقصف وتدمير هذه المنظومات لا سيما أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للنظام باتت تحت القيادة الإيرانية بشكل مباشر بحسب ما تحدث مركز حرمون للدراسات لا تكتفي إيران بتشغيل المنظومات القديمة بل تسعى لتزويد النظام بمنظومات مطورة مركز ألمى الإسرائيلي تحدث عن وضع نظام الدفاع الجوي الإيراني بابار 373 بالقرب من قرية رخلة غرب دمشق قيد التشغيل حيث تهدف إيران من خلال ذلك لحماية مواقعها وأنظمتها العسكرية حول دمشق بحسب المركز الذي قال إن ذلك سيزيد من العمليات العسكرية ضد هذه المواقع